السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلميذ وتلميذات الصفة السادس الامتدابي. مع الدرس التاني من دروس مادة الرياضيات تحليل العدد الى عوامله الاولية. تحليل العدد الى عوامله الاولية. اه درس مش جديد. الرياضة ان شاء الله تبقى ممتعة. او منهج سنة سنة ان شاء الله بشارك والسناد ان شاء الله هيكون اه احسن من السنة من سنة ربعة وخمسة ان شاء الله. تعالوا نفتكر مع بعض ايه عوامل العدد? لاحظ معي كده العدد اتنشر. يعني ايه عوامل العدد اتنشر? يعني اي رقمان في بعض بضربهم في بعض يديني اتنشر. يعني الاتنشر واحد في اتنشر. ما استاذ لو اي الواحد لو ضربنا في اي رقم بدينا نفسه. عشان كده الواحد عامل مشترك لجميع الاعداء. وانت فاكر الكلمة دي ولو لو نسيتها فاكرها تاني. الواحد عامل مشترك لجميع الاعداء. يبقى واحد في اتنشر يديني اتنشر. اتنين في ستة باتنشر. تلاتة في اربعة باتنشر. يبقى عوامل العدد اتنشر واحد واتنين وتلاتة واربعة وستة واتنشر. طيب تعالوا نشوف عدد تاني. التمنتاشر. ايه هي عوامل العدد تمنتاشر? واحد في تمنتاشر? زي ما اتفقنا الواحدة تلاقي معك عامل في كل عدد. اتنين في تسعة. تلاتة في ستة. يبقى عوامل التمنتاشر واحد اتنين تلاتة ستة تسعة تمنتاشر. طب عوامل الخمستاشر. الخمستاشر واحد في خمستاشر. تلاتة في خمسة. ايه ده هو? مش كل العوامل قد بعضها لكل رقم? لا. يعني هنا مسلا في ستة عوامل. هنا اربعة عوامل بس. في اعداد ملاش غير عاملين بس. اللي هي لو تفتكر مع بعض الاعداد الاولية. ليس لها الا عاملا فقط. الواحد والعدد نفسه. يعني سبعة مش هتلاقي واحد في سبعة. عشان كده بنقول العدد الاولي لا يقبل القسمة الا على نفسه. والواحد. لان طبعا اي عدد بيه بالاسم على الواحد. بل العدد الاولي لا يقبل القسمة الا على نفسه. بس. زي ايه بقى العدد الاولية? لو نفتكر مع بعض اللي اتنين. تلاتة. خمسة. اي عدد من دول مش هتلاقي حاجة تضربها في بعضها او اي رقمان فين نضربهم في بعض يديني العدد ده. يبقى اتنين تلاتة خمسة سبعة مكتوبين عندك في كتاب لو انت بتتبع من قطر النادق او اي كتاب خديجة هتلاقي مكتوب ان شاء الله. اتنين تلاتة خمس سبعة حداشر تلاتاشر. طب هي اخرها ايه? ملهاش اخر. هي اعداد ليس لها نهاية. زي باي عدد زي الزوجية زي الفردية. فالاعداد الاولية ليس لها نهاية. طيب. في شوات ملحوظات كده عايزين نقولها على العداد الاولية. كلها اعداد فردية مع عدد اللي اتنين. العدد الوحيد اولي وزوجي اللي اتنين. وهو اصغر عدد اولي. يبقى لما يجي يقول لي اصغر عدد اولي اللي اتنين. طب العدد الاولي الوحيد الزوجي اللي اتنين. يعني اصغر عدد اولي زوجي اللي اتنين. طيب. اصغر عدد اولي فردي التلاتة. طب اصغر عدد اولي مكون من رقمين الحداشر. شوية تملحوك كده ساعات ممكن تيجي في امتحاء. ايه بعرفنا يعني ايه عوامل العدد? افتكرنا ايه? الاعداد الاولية? ايه اعداد ليس لها الا عاملا فقط. ملاش غير عاملين بس. اللي هو الواحد والعدد نفسه. عشان كده يا ولاد. كانت فيه ناس بتسألني الواحد. هو الواحد عدد اولي? يقول له علماء قالوا لا. ليه? تما الواحد ما فيش غير واحد فواحد? ما هو كده يكون له عامل واحد فقط. مشارط في الاعداد الاولية كلها عاملا مش عامل واحد فقط. طيب. احنا استنادي ان شاء الله يا ولاد هنجيب ازاي نحلل العدد العوامل الاولية عن طريق حاجة اسمها شدرة العوامل. جميلة جدا وبسطة جدا. تحس ان هي لعبة مش مش مسائل. دعالوا كده نشوف مسألة بيقول. عايز يحلل العدد تمنتاشر. الاولية عن طريق شجرة العوامل. يا ولاد ده التمنتاشر. التمنتاشر دي عبارة عن ايه? والله عبارة عن اه اتنين في تسعة. جميل. عبارة عن تلاتة في ست جميل. طب يا مستر انا هكتب ايه حالا. اللي انت عايزه. تعال نبدأ باتنين في تسعة. اده اتنين. في تسعة. تمام? مش اي مشاكل. اده تمنتاشر اتنين في تسعة. طب جميل حلو خالص. بعد كده. هل اللي اتنين في حاجة اضربت بعضها الدين اتنين? لا خلاص خلصة. طب التسعة في تلاتة في تلاتة. تلاتة في تلاتة. طب في حاجة اضربت بعضها الدين التلاتة ما تقولش الواحد. احنا مش هنقعدون الواحد في تلاتة واحد فتر مش هنقعد نعد هي خلاص. الواحد مش معانا. يبقى عندي العوامل بتاع التمنتاشر اتنين وتسعة وتلاتة وتلاتة. طب التسعة ايه وتلاتة وتلاتة? لا يبقى التسعة دي خلاص بقى التلاتة وتلاتة. يبقى عوامل التمنتاشر اتنين وتلاتة وتلاتة. طب انا لما اجي اختار عوامل التمنتاشر الاولية يبقى معي الاتنين. دخش التسعة بقى. تلاتة والتلاتة. دي عوامل التمنتاشر. اللي لو جينا نضربهم في بعض تاني هيديك التمنتاشر. يعني ما قلش التسعة معهم. لا التسعة مش معهم. يبقى عوامل التمنتاشر اتنين. وتلاتة وتلاتة. طب تجي نجيبها الناس اللي قال التلاتة في ستة. تجي نجرب تلاتة في ستة? تعال. قدي التمنتاشر. تلاتة في ستة. جميل خالص. التلاتة عدد اولي يعني مش هتلاقي حاجة ايه? مش هتعرفت ايه? تجيبه تاني من شجرة العوامل. تب الستة. اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. الله. ايبقى ده العوامل تلاتة واتنين وتلاتة. هي هي. تلاتة واتنين. اهي. تلاتة. اتنين. وتلاتة. اذا نفس العوامل. اتنين تلاتة تلاتة. اتنين تلاتة تلاتة. نفس العوامل. اذا اي طريقة هتوصل طيب راكم كمان كده مصر معاش عشان مخاش بالي? تعال انحلل راكم شجرة العوامل. مسلا اربعة وعشرين. ها? جاهز? اللي اربعة عشرين كان في كم? انا سامي واحد بقول لي اتنين في اتناصر. ممتاز صح? تلاتة في تمانية صح? اربعة في ستة صح? اللي يعجبك? تعال انجبها تلاتة في تمانية. طيب اللي اربعة عشرين عبارة عن تلاتة في تمانية. طيب التلاتة عدد اولي خلاص خلص. تعال نشوف التمانية اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. كمان اللي اتنين عدد اولي خلص. طيب الاربعة لسه? اه اوعد سيفها. لسه الاربعة اتنين في اتنين. اتنين في اتنين. يبقى العوامل الاولين الاربعة وعشرين تلاتة. واتنين واتنين واتنين. حتى لو جيت تضرب تاني اتنين في اتنين في اتنين هيدي لك اربعة وعشرين. او اتنين في تلاتة بستة. اتنين في اتنين باربعة. اربعة في ستة باربعة وعشرين. او اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. طب تعني جيبها بفرقة تانية. نفس الرقم. اربعة وعشرين. احنا مسلا ممكن نقول اربعة في ستة. جميل خالص. اده اربعة في ستة. ده مش عدد اولي وده مش عدد اولي. يبقى لسه ممكن نجيب منه تاني. يبقى اللي اربعة كم في كم? والله اتنين في اتنين. جميل. لابو الستة. اتنين في تلاتة. نفس العون اولية اتنين في اتنين في تلاتة. اهي اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة. اي طرقة يا حبيبة هتشتغل بها هتوصلك للحال. فعشان كده انا مش عايزك تخاف. ما تقلقش طالما انت حافظ جدول الضرب. يعني زي ما اتفقنا جدول الضرب ده معك هو روح الرياضة. من غيرها هتتعل. لو مش حافظه ابدأ يحفظ فيه ما تيقاتش هتحفظه والله هتجيبه كويس جيد. طالما عندك راضة هتحفظه. طب انا حافظه كويس خلاص ما تقلاش من المسألة دي ان شاء الله. فعليك هنشوف بعض المسائل في الكتاب. فيقول عندي مسألة بقول تمنتاشر وتلاتين. بقول اوجد استخدم تحليل العدد اللي عمله الاولى باستخدام شجرة العوامل. ومخطط فن. ايه مخطط فن ده هناخده حالا ونعرف. ثم اوجد العامل المشترك الاكبر اللي هو عين ممالف والمضاعف المشترك الاصغر اللي هو مين ممالف. يعني ايه عامل مشترك? احنا اتفقنا يا ولاد ان انت لما بتجي تحلي الاركام تلاقي فيها عامل مشتركة. يعني مثلا انت عنش في التمنتاشر والا اربعة وعشرية. في هنا اتنين وتلاتة وتلاتة. ما في تلاتة واتنية. يبقى التلاتة دي مشتركة هنا وهنا بس. والاتنين دي مشتركة هنا وهنا. ازان التمنتاشر والا اربعة وعشرين. اه مقاس. الاربعة والا اربعة وعشرين بينهم عامل مشتركة بينهم الاتنين وبينهم التلاتة. طب في تلاتة كمان هي لا ما فيش تلاتة تانية بقى. فاي يعني احنا ممكن نجيب عددين يبقى بينهم عامل مشتركة. تعالوا تشوف المسألة اللي معنا دي. اللي هي التمنتاشر والتلاتين. تمنتاشر والتلاتين. هنحللهم لعوامل مشتركة. ده عوامل الاولية بعدك نشوف العوامل مشتركة. طيب. العوامل الاولية. عدد تمنتاشر. يلا مع بعض كده. هنلسه عمنا نحلل التمنتاشر. عملنا تنين في تسعة. ما تلاتة في ستة. طب نعملها مسلا تلاتة في ستة. هه. تلاتة في ستة. طب التلاتة خلاص عدد اولي. لسه الستة اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة. يبقى عوامل التمنتاشر الاولية. هركز معي بقى كده. يبقى التلاتة. واتنين وتلاتة. هو مش صرح تكتبهم بالترتيب عادي. لا عادي خالص. طب التلاتين بقى. تعا نشوف مع بعض التلاتين. التلاتين. زي ما انت عايز تحللو محللو. التلاتين كم في كم. والله يا سي ما واحد بقول اتنين في خمستاشر. طب انت صعب على نفسك ليه اتنين في خمستاشر مش في الجدوة. مش فيه تلاتة في عشرة. تعا نجيب تلاتة في عشرة. تلاتة في عشرة. جامل خالص. التلاتة عدد اولي خلاص خلصنا منه. طب العشرة اتنين في خمس. اتنين في خمس. اللي اتنين عدد اولي والخمسة عدد اول. غير كده يا اخي. والخمسة فيه حاجة في حاجة يديك خمسة. ما تقولش واحد. احنا مش هناخد الواحد. لا خلاص ما فيش. خلاص خلصنا كده. يبقى عامل التلاتين. نكتبه مهمة. مش هنكتبها العشرة زي ما اتفقنا احنا ينتب. اللي عامل الاولية فقط. تلاتة. واتنين. وخمسة. جميل. انا بقى حالا عايز عين ميم الف وميم ميم الف. عايز عين ميم الف وعايز ميم ميم الف. عامل مشترك اكبر يعني بشوف العامل المشتركة هنا وهنا والكبير اللي فيهم بحطه. طب ميم ميم الف بضرب العامل كلها في بعضها. بس المتكرر يكتب مرة واحدة. طب انا هعملهم ازاي يا مستر كده? انا هممكن اطلق فقط. هنعملهم بطرقة جميلة خالص كده. هتكتب التمنتاشر. نجيب العدد تمنتاشر نسف تمنتاشر بيساوي. تمنتاشر بيساوي. التمنتاشر طلعت كم? طلعت تلعت تلاتة في اتنين في تلاتة. اي تلاتة في اتنين في تلاتة. بجيب التلاتين. التلاتين كم? والله التلاتين طلعت تلعت تلاتة في اتنين في خمسة. وانت بتروس الاركام بقى تحت بعضها. في تلاتة هنا? اه بحطها تحته. في. عندك اتنين هنا? اه عندي اتنين اهي. احطها تحته. في. دي خمسة ما ينفعش تحطها تحت التلات. اعمل شرطة. في? والخمسة احطها بره. وشد الخط الجميل بتاعك. وتقول ايه العين ميم الف بيساوي. عين ميم قلب ايه ولاد بياخد المشترك ما بينه. يعني ايه المشترك? يعني انا عندي ايه? التلاتة عمل مشترك فوق وتحت. جميل. اللي اتنين عمل مشترك فوق وتحت. يبقى في عين ميم الف بتنزل مشترك بس. ثم ايه للتلاتة في اتنين. طب التلاتة ما تنزلش هنا في العين ميم الف لا. ما فيش قصدة حاجة. الخمسة ما تنزلش لا. يبقى تلاتة في اتنين بيساوي ستة. ازا عين ميم الف للعددين تمنتاشر وتلاتين بيساوي ستة. طب ميم ميم الف. ميم ميم الف. هتنزل كل الارقام اللي فوق. يعني ايه? يعني هنزل تلاتة وتلاتة واتنين واتنين. لا. المشترك بنزله بواحد. ادي تلاتة. فيه. اللي اتنين ده ينزل بواحد. اتنين. فيه والتلاتة ده تنزل الواحدة والخمسة ده تنزل. فيه تلاتة في خمسة. ده ساوي. وتضرب كله ببعض. اذا بضربهم في بعض ازاي? والله هيسهل بقى على نفسك. هاته اتنين في خمسة هيبقى عشر. وتلاتة في تلاتة بتسعة يبقى تسعين. هو اي حاجة اه ضرب عملية بدلية. يبقى عين ميم الف بستة. ميم ميم الف بتسعين. طيب ازاي بقى اعمل شكل فين? شكل فين يا حبيبي انت بتقوم عامل الاول بتشوف. هل في عوامل مشتركة بين التمنتاشر والتلاتين? والله في رقمين. خلاص لازم ادخل دايرتين في بعض. لازم ادخل الدايرتين في بعض. ومعنش بقى سمحونا على الدايرة الفضاء بتاعت دي. يبقى العدد دهوت او الدايرة دي بتاع العدد تمنتاشر. العدد الدايرة دي بتاع العدد تلاتين. طب جميل بتاخد بقى العامل المشتركة تكتبها في النص. انت عندك تلاتة وعندك اتنين. وزي ما اتفجنا المشترك ديكتب واحد. يعني دي تلاتة واحدة. تلاتة. واللي اتنين ديكتب باتنين واحدة. يعني اه هركز معها تاني امشها اشترك التلاتة والتلاتة والاتنين واحدة؟ لأ دول تلاتة واحدة والاتنين واحدة. ليه? لان دي التلاتة بتاعت initاشر لي يا هنب كتبت وبرضو التلاتة دي بتاع التلاتين. يعني التلاتة ده حالا ايه? لو خبنا دايرة التلاتين. يبقى دي ده مع التلاتاشر ايه? ولو خبنا دايرة التمنتاشر يبقى دي مع التلاتين. يعرفت اللي بكتبها مرة واحدة? لان ديت مشترك ايه ده في الدائرتين. طب كميل كويس خالص. طب بعد كده. انا كتبت المشترك. تعال بقى على الرقم تمنتاشر. هنكمل رقم تمنتاشر. فين التمنتاشر اوه. كتبنا منه التلاتة وكتبنا الاتنين. كتبنا التلاتة وكتبنا الاتنين. يبقى لسه ايه? لسه التلاتة. احطها بره. تعال على الرقم تلاتين. انا كتبت منه ايه? كتبت التلاتة وكتبت الاتنين اللي هما مشترك في النص. يبقى لسه الخمس. كده انا عملت شكل فين. كده انا رسمت شكل فين. ما اسألة كمان بسرعة كده اولاد. بيقول اوجد عين ميم الف وميم ميم الف للعددين عشرين وتلاتين. او ستتاشر واتناشر. ناخد عددين كده ستتاشر. واتناشر. عايز عين ميم الف وميم ميم الف وعايز يماستنوا مشكل فين. طب جميل خالص. اسستتاشر اولاد ها. مين يقول? ها برافو. سمع حد يبقول اتنين في ايه? في تمانية. جميل. سمع حد تاني بقول اربعة في اربعة. ممتاز. ها. ايه اللي عجبت? قدي اتنين في تمانية. اتنين في تمانية. جميل خالص. الاتنين عدد اولي خلاص خلصنا منه. تبت تمانية اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. والله جميل. لو خلصت لا. لسه الاربعة اتنين في اتنين ما تنساش. يبقى الاربعة اتنين في اتنين. بقى فين الاعداد الاولى اللي عندك? والله هنا عندي اتنين. واتنين. 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 نبقى ستاشر اربع اتنانات اهي نبقى ستاشر اتنين واتنين 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 جميل نخش على اللي اتناشر اللي اتناشر كان في كاف اللي اتناشر اتنين في ست او تلاتة فاربعة دعا نعملها تلاتة فاربعة اللي اتناشر تلاتة فاربعة طيب التلاتة عدد اولي خلصة يبقى لسه الاربعة اتنين اتنين يبقى كده خلاص خلصت عدد اولية ادت تلات اولي والاتنين اولي والاتنين خلص ما عادش حاجة تتفصص تاني فصصنا كلها يبقى معايا هنا تلاتة واتنين واتنين. يبقى دي عوامل الستاشر وده عوامل الاتناشك. انت بعينك شايف في حاجة مشتركة بينهم واحد يقول لي والله اه انا شايف الاتنين والاتنين 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 جميل خالص. طيب يبقى هي ده هضرب اتنين في اتنين مرتين يعني الاتنين دي بواحدة والاتنين دي بواحدة يبقى اتنين في اتنين باربعا ده كده عين مقلب. والله يا مصدر انا بطلخفت. تعالى بقى نعملها. هنقول الستاشر بيساوي. اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. كبير اللي اتناشر بيساوي. ما تحطش رقم اللي از كان زيه. عندك اتنين فوق في الاتناشر? اه عندي. احط اتنين تحتها. في. عندك كمان اتنين? اه جميل. في. في تلاتة فوق? لا. يبقى تحط للتلاتة برة خالص. تب هنا شرط. في شرطة فيه يقول تلاتة برة خالص. فين بقى عين ممالف? تعالى نشوف المشترك هنا هون? عند اتنين اهي. جميل. وعند اتنين اهي. يبقى ده عين ممالف? عين ميم الف بيساوي. هنزل للاتنين المشتركة. دي ينزلوا بواحدة. يبقى اتنين. فيه. ودول ينزلوا بواحدة. في اتنين. ميسة واربعة. تب ميم ميم الف? بتنزل كله يا حبيبا. يعني دول برضو بواحدة. ودول بواحدة. وتنزل لاتنين. في اتنين في تلاتة. ده اتنين. في اتنين. في اتنين في تلاتة. في اتنين. في اتنين. في تلاتة. تب الاربع اتنين دول اللي هم ستاشر. خلاص? يبقى دول ستاشر. في تلاتة. تلاتة. في ستة. بطمانتاشر. تمانية ومعنا. الواحد. تلاتة فاع تلاتة واحد اربعة. بتمانية واربعين. يبقى ميم ميم الف بتمانية واربعين. كده عين ميم الف باربعة. ميم ميم الف بتمانية واربعين. خلصت. طب انا عايز امسلها بشكل فين. تعالي يلا. اول حاجة بتنميها بشكل فين. هل انت عندك عوامل مشتركة بين العددين? اه عندي. يبقى لازم ادخل الدائرة في بعض. الدائرة ده نسميها مسلا الستاشر. والدائرة ده نسميها الاتناشر. جميل? طيب الاول تحط الارقام المشتركة. عندي اتنين وعند اتنين. يبقى دول يتحطوا بواحدة ودول بواحدة. يبقى اتنين. واتنين. زي ما اتفقنا تلو خبيت على الدائرة بتاع الاتناشر. يبقى انت عندك السلتاشر فيها اتنين واتنين. انا كتبت دي وده. يبقى لسه اللي عندك الاتنين والاتنين. لسه اتنين. واتنين بره. نخبع على دائرة السلتاشر. يبقى عند الاتناشر. كتبت اتنين واتنين. لسه ايه? تلاتة بس. بلسة التلاتة بره. كده انت حللت شجرة العامل. وعملت شكل فين. طيب. عندي بقى جايب لي رسمة شكل فين بيقول وعايز يعني مش عايز حلل رسمة. لأ ده هو عايز اه اسهل كمان من اللي انك تحلل وتعمل. يعني انا ومديك رسمة جاهزة. اللي هي دي. تعال نشوفها مع بعض. دي رسمة جاهزة ياولاد. عايز العدد الاول. والعدد الثاني وعايز عين ممالف ومين ممالف. والله طب اعملها ازاي ده يا مصر? دي بسطة جدا. فين العدد الاول لها الدائرة الاولانية دي. واخد بالك الدائرة الاولانية. طب خبي كده معي. خبي كده مع الدائرة التانية. طب ادار عندك ايه? اتنين في خمسة في سبعة. اتنين في خمسة في سبعة. ده كده العدد الاول. ده كده العدد الاول. احنا سنعمله رقم واحد. وده رقم اتنين. يبقى العدد الاول اقول اتنين في خمسة في سبعة. خبي ده كده. بقى اتنين في خمسة في سبعة. طب العدد التاني. خمسة في خمسة في سبعة. يعني انا عشان اجيب العدد بضرب عامله اه. ما تطلقبطش بين الدايرتين. بسيطة جدا اخب كده. ده عندك دايرة واحد. اتنين في خمسة في سبعة. يبقى العدد الاول. يبقى العدد الاول. في خمسة في سبعة. ها. سهل على نفسك. اتنين في خمسة بعشرة. عشرة في سبعة بسبعية. يبقى العدد الاول بسبعية. تب العدد الثاني اه نفتكر مع بعض كده نفتكر مع بعض الدايرة Sahni احنا خلصنا الاولان ده تعال نجيب لعدد الثاني نخب الدايرة يو د36 عندك خمسة بخمسة بسبعة يبقى خمسة في خمسة في سبعة خمسة بخمسة بخمسة وعشرين في سبعة يبقى ده خمسة وعشرين في سبع. خمسة في سبعة بخمسة. ومعنا التلاتة خمسة وتلاتين. اتنين في سبعة باربعتشر وتلاتة سبعتاشر يبقى ده مية خمسة وسبعين. يبقى العدد التاني مية خمسة وسبعين. طيب. عين ميم الف. والله عين ميم الف. العدد المشترك عندي خمسة في سبعة. خمسة في سبعة. يعني هضرب اه تضرب خمسة في سبعة. خمسة بعين. ميم الف يساوي خمسة في سبعة يساوي خمسة وتلاتين. طب ميم ميم الف? ميم ميم الف يساوي. هنضرب كله ببعض. يعني ايه كله يا مصطر? يعني خمسة. خمسة في خمسة في سبعة في اتنين. يعني اصلا الخمسة دي اولاد اصلها ان الخمسة دي موجودة مع العدد ده وموجودة مع العدد ده. والخمسة ده موجودة مع العدد والسبعة دي موجودة مع العدد ده والعدد ده. فعشان كده انا بضرب خمسة في خمسة في سبعة في اتنين. ده كله يديني ميم ميم الف. خمسة في خمسة في سبعة في اتنين. خمسة في احنا لسه ضربنا خمسة في خمسة في سبعة. اللي هي اللي عدد ده يبقى مية خمسة سبعين في اتنية. مية خمسة وسبعين في اتنية. اتنين في خمسة بعشر. صفر ومعانا الواحد. اتنين في سبعة باربعتاشر واحد خمستاشر. خمسة ومعانا الواحد. اتنين في واحد باتنين واحد تلاتة. يبقى تلتمية وخمسين ميم ميم الف. يعني المضاعف المشترك. الاصغر لهم تلتمية و خمس ايه. ا或 اوك ليه المضاعف المشترك الاصغر المضاعفات ما لها ش اخر. انت لو تفكر المضاعفات يعني ايه مضاعف? يعني مضاعف مثلا. مضاعف التمانية. يبقى اده تمانية في صفر بصفر you by Wo1 بتمانية. كل مرة هزاو الطمانية. ليه هوجده الى الترب?替تنين في تمانية بستاشر. ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين. كل مرة بتزاو الطمانية. فانا عشان اجيب مضاعف ما فيش المضاعف ملا 메�ش فعشان كده بقول ميم ميم الف يعني المضاعف المشترك الاصغر. اما في عين ميم الف بتجيب العامل المشترك الايه? الاكبر. يعني ده اكبر عامل المشترك ما بينه. الخمسة والتلاتين. ما بين العدد سبعين وما بين العدد مية خمسة وسبعين. اما ميم ميم الف اللي هو المضاعف المشترك الاصغر. ده اول مضاعف هيتقبل ما بينهم الاتنين. التلتمائة وخمسين اول مضاعف ما بين العددين دول هيجي. طب فيه بعد كده اه. يعني ثلاثمائة وخمسين ده معك هتبقى سبعمية. معك هتبقى الف وخمسين. معك هزا المضاعفات ملهاش نهاية بقى. ده كده يا ولاد بيكون درس العوامل الاولية. وازاي احلل العدد عن طريق شجرة العوامل. وازاي ارسمه بمخطط شكل ذن. اتمنى يكون يدير توصل لك كل نقطة في الدرس. يعني ايه عوامل? يعني ايه مضاعفات? يعني ايه عامل مشترك? يعني ايه مضاعف مشترك? اه يعني ايه عدد اولي? وان شاء الله هي محتاجة بس شوية تدريبات وتمارينات اكتر. ان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات فيها تمارين بس. وعلى حل المسائل. واللي محتاج اي حاجة يكتب. في الفيديو. في التعليق. هستطيعكم في التعليقات يكتب في التعليقات. اتمنى ان شاء الله اكون قدر تفيدكم. ما تنسوش تشير والليكم طبعة القناة عشان يوصلكو كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.